بسم الله الحمد لله و صلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه نولاه أما بعد مر المرات قلت لشخص معي سبحان الله صيام فيه لذة عجيبة أحلام الطعام ذاته فقال يسمح لي أنتم الآن تبالقون الصيام تعب و جهد و عطش كيف أحس بلذة في التعب يعني نعم ممكن أن تقول لي أصبر و استحمل لكن أن أستمتع بالصيام هذا مستحيل من قال أنه مستحيل بل ممكن إن كثيرا من الناس يظن أن لذة بالطعام تكون فقط إذا كنت ستأكله هذا غير صحيح هناك أحوال يكون ترك الطعام فيها ألذ بكثير من أكل الطعام أرأيتم هذا الذي يقوم بالرجيم الآن أليس هو يترك ألذ الطعام و الشراب و يتعب و يقاوم ولكن مع هذا والله إن اللحظة التي يقيس فيها نفسه بالميزان و يرى نتيجة تعبه هذه اللحظة تساوي كل لقمة لذيذة في العالم بالنسبة له بل إن فرحته بإعجاب الناس به بعد أن تغير وزنه عبارات الإطراء و المدح التي يسمعها منهم هذه لذة نفسية و فرحة أكبر بكثير من مجرد طعام نأكله ثم نجوع مرة أخرى إذن أحيانا يكون عدم الطعام ألذ بكثير من الأكل ذاته طيب عرفنا هذا في الرجيم لكن كيف يكون ذلك في الصيام كيف أجعل صيامي و امتناء عن الطعام ألذ من أكل الطعام الجواب يوجد نوع من أنواع الطعام يمكنك أن تأكله أثناء الصيام هذا النوع سيجعل صيامك ألذ بكثير من عدم الصيام وهو يحتاج إلى وصفة الوصفة نبدأها بسؤال إذا سمحت سؤال أريدك أن تسأله لنفسك بكل صدق أنت لماذا تصوم سؤال غريب أليس كذلك لا والله فعلا لماذا تصوم بعضهم يقول لك كل الناس يصومون إذا قلت ذلك فقد جعلت هذا الصيام الآن شيئا من العادات هذا لا يجعل التعب له أي حلاوة البعض الآخر يقول أنا أصوم لأنه لا بد أن أصوم صيام واجب صحيح ولكن هل هذا كل شيء؟ يعني أنت تصوم فقط لأنه لا بد أن تصوم؟ هذه مرتبة لكنها ليست أعلى مرتبة توجد مرتبة أعلى بكثير من أن تصوم فقط لأنه يجب أن تصوم المرتبة الأعلى والتي ستعطيك لذة في الصيام هي أن تستحضر أنك تصوم حبا لله أنت تفعله لأجل محبوبك الذي تحبه جدا والتعب إذا كان من أجل المحبوب فإنه لا يكون أتعبا بل يتحول إلى متعة أو سعادة عذابي فيك عذب وبعده فيك قرب حسبي من الحب أني لما تحبه أحبه العربي مثلا تمرض محبوبته فيجس بقربها ليمرضها وليعالجها فتقوله ابتحد أخاف أن أعديك ولكنه يصر على البقاء عندها ولسان حاله يقول وأحسب العدوى من غيركم هم وسقم ومنكم تأتي على أحلام العسل فإذا علمت أن الله تعالى يحب أن أصوم لأجليه فأني والله سأفرح بما يحبه هذا المحبوب عندها سيتحول التعب لراحة انظر في نفسك الآن ألا يحصل لك أنك إذا كنت تسعى في تجهيز هدية إلى أغلى محبوب على قلبك فإنك ربما تخرج لأجل شرائها في الحر أو البرد وتبحث في الأسواق وتتعب نفسك وربما تتأخر عن موعد غدائك أو عشائك بسبب هذا التجهيز ولكن الغريب أنك لا تحس بهذا التعب بل إنك لا تفرح وأنت تترقب أن تسعد حبيبك بهذه الهدية خاصة إذا كان محبوبك سيعرف أنك تعبت لأجله وأنك تريده أن يعرف أنت أصلا تريده أن يعرف لأنك ترغب في أن توصل له رسالة مفادة أن هذا التعب والله ما كان إلا لك ولأجلك وحبا فيك لله المثل أعلى أنت تصوم حبا لله وتريده أن يرى هذا التعب والله ما كان هذا التعب ليكون إلا لك هنا شعور الصيام في قلبك سيختلف تماما قد يقول قال وهل الله عز وجل يحب منا أن أتعب؟ لا 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 ربنا لا يريدك أن تتعب لكي تتعب بل لكي تسعد كما أن المدرب يعطي تلميذة اللاعب تمرينات متعبة فهل هو يريد أن يتعبه ويؤذي؟ لا إنه فقط يريد أن يقويه وكذلك ما يحصل لك في أثناء الصيام من تقوى وارتفاع في إيمانك وزيادة تمسكك من دين البعد عن المحرمات كل هذا هو أفضل بكثير من وجبتين فقط هما في النهار وأنت فقط ستؤجلهما إلى الليل فمن قال أن الصيام يزعج أصلا هذا علاج وراحة وسعادة ألا تلاحظ أننا في كل عام تزيد سعادتنا في رمضان أكثر من بقية الأشهر؟ مع أننا في رمضان نعطش ونجوع في نهاره بترك الطعام والشراب وفي الليل أجسامنا تتعب في القيام والسهر لكن مع هذا نحب رمضان ونشعر بالسعادة فيه والله ما أحلى رمضان ولسمع كيف أن من حولك من الناس يتحسرون أن رمضان قد مضى بسرعة ويا ليت أنه كان أكثر من شعر واحد فكيف يجتمع هذا الفرح مع هذا التعب؟ كيف؟ من يحلنا هذه المعادلة الغريبة؟ كيف يجتمعانها؟ الجواب ببساطة أن هذه السعادة هي سعادة الروح التي نتكلم عنها ليست سعادة الجسد أول شيء أطعم الروح أما الجسد فأمره سهل هذا شيء ثانوي أصلا أهم شيء أن تكون أنت مرتاحا سعيدا في حياتك إذن الطعام الذي تطعم به روحك أثناء الصيام هو الحب حب الله تبارك وتعالى هذا يجمل لك الصيام يحلي لك الصيام كلما تعبت أكثر زادت حلاوة الصيام في قلبك كلما قرسك الجوع فقل قل بقلبك يا ربي هذا الجوع لأجلك أنت لأني أحبك أنت فاللهم ارزقني الحب منك كما أني أحببتك قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله والله نحب إلهنا ونفديه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا فكيف لا نترك كل هذه الأكلات لأجله هو سبحانه أخي الكريم أختي الكريمة والله إنك ستشعر براحة عجيبة إذا استحضرت أنك تصوم حبا لله مع أنك ما أطعمت بطنك أنت لم تأكل لم تشرب أصلا لكن لأنك أطعمت قلبك فوصل هذا الغذاء مباشرة إلى الروح وسعادة الروح لا تقارن بسعادة الجسد سعادة الروح أرقى بكثير فمن اليوم غير صيامك إلى مستوى أعلى بكثير من مجرد أن تصوم لأنك يجب أن تصوم بل أنت تصوم بالأساس لأنك تحب الذي تصوم لأجله سبحانه فتقبل الله منك